ليس ضربا في الودع أو خيالا علميا ذلك الذي يفشى عن حقيقة عقارات العراق المستحوذ عليها من قبل أحزاب وجهة ومسؤولين بصفة رسمية لكنها حقيقة مر حد العلقم تيكا التي تخبئها الأرقام وتصل إلى عشرات الآلاف من عقارات محافظات البلاد التي تجاوزت عليها أحزاب وأخذتها دون حصيب أو رقيب فيما مضى إحصائية رسمية تكشف بالأرقام عددتك العقارات التي وصلت في مجملها إلى أكثر من واحد وثلاثين ألف عقار تصدلت محافظة نينو الأعلى من حيث الاستحواذ غير القانوني الإحصائية التي حصلت التغيير على نسخة منها كشفت عن ثمانية ألاف وخمسمائة وخمسة وثمانين عقارا في نينو تلتها البصرة بستة ألاف ومئة وأربعة وتسعين ثم كاركوك بثلاثة ألاف وستمائة وثلاثة وخمسين عقارا جهود نزاهة التي تأتي بإشراف حكومي يثبت مصدر القوة التي تريد مغداد عاصمة القرار والسيادة أن تفرض القانون وتحمي خير العراق من أملاك وثروات وعقارات بعضها ما أكل عليه الضهر سيما أن بنايات وأراضي زراعية ومحلات وشقق سكنية ومدارس وساحة عامة كلها تصب في رفض خزينة الدولة لأنها للعراق أي أنها للجميع لذا أنجزت النزاهة عملية استعادة تلك العقارات حيث أعادت الدولة ثمانمائة وواحدا وستين عقارا كانت النسبة الأكبر منها في ديالة ثم مغداد وذيقار ليبلغ عدد العقارات التي تم اتخاذ إجراءات بصددها قرابة خمسة عشر ألف عقار حتى الآن والعمل مستمر ليستعيد العراق حقه في كل شبر من ترابه فالأرض وما عليها حق للجميع وشعار الدولة أن يعود الحق المسلوب بسلاح القانون ترجمة نانسي قنقر